السلام عليكم. مرحبا. كيف ستسجل الصوت ماتك على جوجل داكومتز؟ نحن في الحلقات الفاتتة شرحت لكم كيف ستسجل الصوت ماتك على هذا التطبيق أونلاين. هسا حاليا نجي كيف نستجل الصوت ماتنا على شكل كتابه؟ يعني الصوت يتحول على شكل كتاب على جوجل داكومتز. خلني نروح لجوجل داكومتز حتى نروح لجوجل داكومتز كل اللي تقدر تكتبه جوجل داكومتز. ما رح تكتب جوجل داكومتز ودخل علي جوجل اللي هي أصلا كثير من المؤسسات التعليمية اللي بعلاق بدأت تعتمد عليها. فحني نجي لجوجل داكومتز. سباح يطلع عنا بعد ما نسجل ماتك. نختار بلاينك اللي معناها صفحة فارغة. رح تطلع عنا الصفحة بهذه الطريقة. شوين ننتظر الإيميل. تفعل حتى يفتح عنا الصفحة. من تفتح عنا الصفحة حتى احنا عادة تلاحظون انه احنا نقدر نكتب. يعني نقدر نكتب. بس مرات يعني واحد يفكر يقول انه اني مثلا الحديث ماتي اذا اتحدث سردا للقصة يكون اسرع من الطباعة ماتي. لانه انا ما متعود على الطباعة. فمن اكتب name of the characters. دماغي يحكيها بسرعة بس اني اكتبها ببطيء لانه ما متعود على طباعة سريعة. فنروح على Tools. هذي تشوف sweise هنا ن reservations. والمتذج يا دفعي. ربما كان هنا مسابقا. فبالتفعيل الاول هحيطلو من عندك الولوج للماكروفون حاسبة حتى يلقطع الصلاة ماتك اما متأكد بالتلفوان بس انا اذا اندرويد اعتقد يشتغل عموما جرب وشوف رحيطلع عنا الويس ويكوردين وهي الطريقة حسا شغلتويس ويكوردين تمام ان عريقي أعبار صحيح سوى المخلوقة الألم حتي having happened in the last year period One of the basic elements of success as an Iraqi student at the university is your perseverance and your dedication to become a so much better language learner now this is not about only loving what you do it's about being the inspiration and also looking out for some people to inspire you to become who you want to be in the future no matter how much faster I can talk in English this is going to cope up with me now this is just an example that I'm giving to you of how you can utilize your voice to convert that to written text and in this way Google will help you so much in developing this kind of skill that you have in order to be able to speak more and to produce more for example if you like to write a story of 500 words or 1000 words the only thing that you need to do is to activate this feature and also it is going to help you develop a kind of conversational skills for you especially if you jot down few questions and then answer them in details if one of the professors in university asked you to write a composition of 500 or 1000 words in English period see now this is one of the two things that you wrote composition if I'm going to increase it it will be standard or 14 if you notice the potential the artificial intelligence that you talked about كلش حيساعدكم بتطوير مهاراتكم باللغة الإنجليزية بهاي الخاصية المفيدة جدا 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 لأنه حتمكنك من كتابة سريعة وبدون ما أنه أنت الضل تكتب خاصة أكوناس تكتب بطيء على الكيبورد فما راح يكون الكتابة مالتهم كلش سريعة فهذا راح يسرع الإمكانية مالتك بطريقة مطبيعية ربي حفظ